واشهد ان لا اله الا الله وليه الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله الله صلى وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين يوم الدين ثمما بعد احبة فلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد وهذه مذكرة جديدة من صفحات مذكرة ابليس والعياذ ابن الله اعادنا الله اياكم منه وجنبنا وياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وجعلني وياكم مفاتيح خير ما غريق شر وعادنا وياكم من الشيطان الرجيم وحزبه المذكرة التي يكتبها ابليس اليوم يقول انا اريد ان اصنع حاجزا ما بين المؤمن وبين ربه يا الله ده صفحة صعبة سوداء من مذكراته الاشد او الاكثر سوادا ويريد ان يحجبك المعرفة ربك كيف لو انك اخذت طفلك ابن الثالثة او الرابعة الى مسرح العرائس وجلست انت بجواله او امه والعرائس كشخص تتحرك على المسرح الولد لصغر سنه وعقله يظن ان هذه العرائس تتحرك من ذاتها ولكنك لانك اكثر وعيا ويعني انبه عقلا وعندك تجربة الحياة بعد هذا العمر تعلم ان هذه العرائس تتحرك من ذاتها انما هناك خيوط دقيقة ورقيقة لا ترى يعني الا بتدقيق النظر وهناك خلف الستارة او الستر او الكواليس من يحركها لماذا هذا المثل لله المثل الاعلى الاهل الدنيا ينظرون الى الاسباب واهل الدين ينظرون الى المسبب وشتان بين من ينظر الى المسبب ومن ينظر الى الاسباب شتان من ينظر الى رب الارباب الذي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون والذي نظره تحت اقدامه لا يرى الا ظواهر الامور فينقلب الناس الى نوعين نوع مفكر او متفكر ونوع متدبر وشتان بين من يتفكر ومن يتدبر كلنا نفكر انا افكر الان ان انهي الحلقة ثم اعود بعد ذلك الى البيت هكذا انا افكر هذا تفكير الولد يفكر الصغير انه جاع فيرضع من سدي امه هذا تفكير عزكم الله الحيانات لها ادراك عندها غرائز اذا جاعت او عطشت سبحان الله او هاجمها مهاجم عندها غريزة البقاء والدفاع هذا تفكير لكن المتدبر لم يقل رب العباد افلا تفكرون القرآن لا افلا تدبرون القرآن لا تتدبر ايه تدبر الوقوف بتدقيق في حقائق المسائل طيب ابنس يريد في مذكرة اليوم ان يصنع بيننا وبين الله حاجزا ولا ذو الله سبحان الله طيب نحن نقول لكل مؤمن واقول لنفسي اولا خلي بالك لو عرف العبد كل شيء وما عرف ربه فما عرف شيء احفظوها لو عرف العبد كل شيء في الحياة في الطب والهندسة والمحامة والفيزياء والكيمياء والادب والشياء ووالى اخره سبحان الله ولكنه 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 يعني لم يعرف ربه هذا جاهل وان كان حائزا على جوائز نوبل ليه لانه لم يعرف ربه ولكن اعرابي جلس تحت الشجرة فرأى عزكم الله بعرا لبعيره ورأى اثار سير له لبعيره على الرمال فقال قولته المشهورة البعرة تدل على البعير ماذا في بعرة يبا في بعير واقدام السير تدل على المسير طالعا في اقدام على الرمل يبا فيه كم ايه كم كائن يمشي البعرة تدل على البعير واقدام السير تدل على المسير فارض ذات فجاج وسماء ذات ابراج وبحار ذات امواج الا يدل ذلك على اللطيف الخبير الله وهذا الذي كان يعبد صنما ولياذب الله رجع فرأى الصنما مبتلا فنظر فاذا بثعل بيني قد اختبأ خلف صنما وقد بال فوق صنما الاله المزعوم هذا قال الاعرابي بفترته رب او رب من باب الاستفهام او من باب الخبر رب يبور الثعلبان او الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعلب فلا خير في رب لا يحمي نفسه سبحان الله فلا خير في رب لا يحمي نفسه وانا او الثعلبان وانا او الثعلبان يعني غير قادر على حماية نفسه يعني 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 رب يبور الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعلب فلا خير في رب يعني يعني لا لا يصول نفسه بلئت من الاصطاب في الارض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب عنده اليقين ارتقى لي بدأ يعرف ربه ومدام الانسان كما قال العلماء ايضا من ظفر بلذة كل شيء في الدنيا ولم يظفر بلذة محبة الله فما هو في لذة من شيء ابدا يعني شوف يعني تالله لو عاش الفتى في ذهره الفا من الاعوال مالك امره متلذذا فيها بكل لذية متناعما فيها بنعمة عصره لا يعتريه السخم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم بباله ما كان هذا ان يساوي مرة بمبيت اول ليلة في قبره يا الله شوف يتلذت بكل فالانسان لو تلذت بكل شيء ما عدا ولم يذوق لذة محبة الله الذي قال عنها البصري رضي الله عنه نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف قال وما هي يا بصري قال يعني نعمة الرضا عن الله وبدالله اللي ودخل معه بطاقة او هوية رضي الله عنهم ورضو عنه دخل في نادي يحبهم ويحبونه هذا النادي نادي عظيم لا يجمع فيه الا الصفوة ولا يأخذ هويته ولا بطاقة عضويته الا الذين للذين سبقت لهم من الله الحسنى الاولئك عنها مبعدون ده نادي ايه اسمه نادي الرضا اذا جز التعبير نادي المحبة بس المحبة الايه الحقيقية معاه هذه الهوية نادي الرضا نادي المحبة سبحان الله ده ايه لان الرضا والمحبة تنزل من اعلى والعبادة تصعد من اسفل والشيطان عايز العبادة لا تصعد ولا المحبة تنزل ولا الرضا فهذه مذكراته لكن كيف نزيلها ان نعلم ان المحبة تنزل من فوق من اعلى اولا يحبهم وبعدين ايه يحبونه ابن مسعود يقول ايه ليس العجب في يحبونه ليس العجب في يحبونه انما العجب في ايه في يحبهم ليه لان لما تجد فقيرا يتودد ليس فيها عجب واحد فقير محتاج ابني يقول لابيه لو سمحت يا ابتي بارك الله فيك ما حرمتني من شيء انا اريد بيتا صغيرا اتزوج فيه او اريد ان تستبدل شيئا من معاشك حتى تشتري لي كذا وكذا هذا تودد هذا تودد تودد الفقير للغني لكن الاغرب كما يقول بن مسعود ليس العجب في يحبهم يحبون ولكن العجب في يحبهم ليه لانه هو الغني طب انا لما احب رب العباد دي محبة راجع لي بالفائدة تعود علي بايه بمدخول القرب مدخول ان انا يقصير في المعية ان الله يدافع عند الذين امانوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم ايه محسنون يبقى انا اللي كسبان المكسب رجع لي انا لكن لكن الاعجب كما يقول بن مسعود يعني 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 في يحبهم يحبهم ايه وهو لو اطعناه جميعا ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو عصيناه ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي انما هي اعمالكم ووصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمل الله ومن وجد شررا فلا يلومن ايدي نفسه فابليس عايز يعمل ايه عايز يحجز بيننا وبين محبة الله فماذا يصنع يجيب للانسان اوهام الايه التاريخ او يفتح له الصندوق الاسود يفتح له الايه الصندوق الاسود فيطلع منه السيرة الذاتية الصعبة بتاع زمان عمي ظلمني وابوي قسم التاريخ على اخوتي ولم يعطيني وامي كانت تحب اختي اكتر مني والموظفين اللي كانوا تحتها دي كانوا يسرقونني والمدير اللي أنا بشتغل التبع او الوزير كان لا يحمدني اذا قدمت خيرا ولا يسرني اذا اقدمت على شاشة يعني يصير هذا الصندوق شاشة امامه ليس فيها الا الشر فيضيق صدره لكن المؤمن الله اكبر يروح كده على باب الله ويضح كل مشاكله ويعلم ان الله اذا اراد ان يقول للشيء يكون فيكون عنده تزول اركض برجلك يركض برجله تزول المشاكل وتعود العافية ويعافى الانسان ايمانيا ويدخل على الله عز وجل ويبحو هذه المذكرة لابليس الذي يريد ان يصطع بيننا وبين الله حاجزة نسأل الله ان يدخلنا عليه عز وجل من اقرب الابواب وان يرضى عنا وان يحبنا حتى يرزقنا محبته ورضاه سبحانه وتعالى للحديث بقية ان شاء الله كنوا مع بعض الفاصل ان شاء الله اهلا بكم مرحبا بكم احبتي في الده مرة اخرى وكنا نطالع سويا مذكرة ابديس عندما يليد ان يجعل الحاجزة والحجابة سميكا بيننا وبين محبة الله ورضوانه عز وجل وقلنا في بداية هذه الحلقة ان الانسان لو عرف كل شيء وما عرف ربه فما عرف شيئا ولو ذاق لذة كل شيء في الدنيا وما تذوق لذة محبة الله سبحانه وتعالى لا يعني اذا ما ذاق لذة شيء ابله ليه العبد كما نعلم عبارة عن قبضة من تراب الارض ونفخة من روح الله وعلى قدر اضاءة هذه النفخة النورانية في اهاب العبد الترابي تضيء ملكاته فيرى باشراقات نور الله عز وجل ما لا يراه الاخرون اصحاب الماديات الذين ارتكسوا الى الارض ويعني اخلدوا اليها والانسان لا يرتفع الى اعلى الا اذا اضيئت انوار الايمان والعقيدة السليمة في قلبه عنده يستشعر سبحانه الله معرفة رب العباد عز وجل لانه يتدبر يقول يا الله هذا الثوب الذي البسه لو عددت عدد الذين شاركوا فيه الى ان يصل اليه باسطر عورتي واتجمل به امام الناس لكان عبدا متدبرا بحق ويستشعر انه بهذا يعرف ربه حق المعرفة يقول يا ربي من انا حتى تسخد لي من يزرع الكتان او القط سبحان الله وهذا الذي يراعيه عدة شهور حتى ينتج هذا المنتج ثم يأتي موعد الحصاد وموعد الجمع هذا المحصول ثم يأخذ هذا القط اولا كتان الى المصطع النسيج لينسج ويأتي المهندس المتخصص في النسيج واخر المتخصص في الالوان واخر المتخصص في الماكينات واخر المتخصص في الادارة لانه يدير شهور المصطع واخر المتخصص في المالية حتى ينظر الى الصادر والوارد والمنفق والمنفق عليه والارباح والخسائر سبحان الله وهذا المهندس الميكانيكي الذي يدير الحركة الميكانية سواء المصنع او السيارات او الحافلات او الطائرات او البواخر او القطارات ووسائل النقل التي تنقل هدل هذه الاثواب وكيف انها تلف بطريقة معينة وتوضع في اوراق او غدافات او اغرفة معينة سواء من بلاستيك او ورق او ورق مفضل او قمش او غير ذلك ثم يأتي تجر الجملة ليشتري من المصنع ثم يأتي تجر القطاعي ليأخذ من تجر الجملة ثم يعرض هذه الاقمشة والالبسة في محلاته سواء هي مفصلة او ثياب كده من غير تفصيل ويأتي الحائق ليأخذها ويقيس طولي وعرضي وطول الزراع وانا مش عارف حجم القموة ثم حرب حجم مساحة الرادة او طول عرض الرقبة او الى اخره ثم يضع لها الازرار ويضع لها الزيادات سبحان الله ثم اذهب انا لاشتريها واضع المال كل هؤلاء الذين خدموني من الذي سخرهم لي فانا خادم لهم في امور اخرى وهم خدموا لي في امور اخرى الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وانا ما يشعروا خدموا كل الناس اللي بعضها تاخذوا بعضها ما فيش واحد يعني ايه ينفرد بالتعالي على خلق الله لانه ينفرد بهذا العمل فالطبيب الحاذق الفطن سبحان الله العظيم اللي عنده الحذق والفطنة في الطب محتاج يوما ما الى السباك والى الكهرباء والسباك والكهرباء في حرفته يحتاج الى الطبيب ليطلبه ويحتاج المهندس ليبني له داره ويحتاج للحائك الذي يخيط له ثوبة والعجان والخبال الذي يخبز له خبزة والقصب او الجزار الذي يجاهز له اللحمة ليبيعه له والشواء الذي يشوي له والله لكلنا مع بعض خدم كلنا بنخدم بعض فلماذا لا يتقبل ما هذه القضية لان ابليس يريد ايه يريد ان يورثنا جيناته الكبرية عنده جينات كبر يعني انا خير منه فيأتي شيطان الانس سواء على مدار السنة وعلى مدار العمر في رمضان وغير رمضان وفي اي وقت يقول ايه يقول مهان انا احسن من ابن عمي انا افضل من اخي انا احسن من اختي انا اجمل من فلان انا عبقري عن فلان انا اذكر من فلان انا اغنى من فلان يا الله انا 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 فتظل الانا هذه حتى تسد ابنيس ينجح في مذكراته في ايه لما يكبر الانا ينفخ فيها كان الانا هذه بالونة اطار من طاد كلما وضعنا فيه سبحان الله ينتفخ 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 الانا كلما انتفخت الانا بعدها الرؤية النورانية تحجب يبدأ الانسان بينه وبين ايه بينه وبين حقائق الامور حاجزة حاجزة سبحانه لا يرى من خلاله ولا من داخله ولا من خارجه خلاص لا يرى الا نفسه لا يرى الا نفسه خلاص يصير فرع ابليس جديد انا خير منه اسوء لما خلقت طينا معقول سبحان الله خلقتني من نار انه خلقته من طينا فيبدأ ايه العبد يدخل على الطريق والعياذ بالله الشيطان لكن المؤمن الصادق لا يرى ان كل الناس لا يعني ليس لعربين فضل على على اعجمي وعلى ابيض على احمر الا بالتقوى والعمل الصالح يقول الله يوم القيامة يا عبادي اني انصدت لكم طويلا فانصدت لي اليوم قلت لكم في الدنيا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فقلتم ان اكرمنا اغنانا فاليوم ارفع نسبي واضع انسابكم اين المتقون فيقوم قوم قليل هؤلاء هم اهل الله وخصته من هم اهل التقوى هؤلاء الذين يعني او التقوى كما عرفها العلماء ان لا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك لا يجدك حيث نهاك نهاك عن ايه ان لا تجلس في مجلس فيه خبر او ميسر او تنتاج فيه حرمة من حرمة الله او يؤذى فيها انسان او يضلب فيها انسان واذا تكون مشاركا في الاثق تجلس في مجلس غيبة هل هذا يرضي الله ورسوله لو كان سيدنا محمد رسال موجودا هل يجلس في مجلس في غيبة في نميمة في كذب في ظلم الانسان لا طبعا لن يجلس لن يجلس سبحان الله ان لا يجدك يعني في مكان نهاك عنه سبحان الله وان لا يفتقدك حيث امرك امرك ان تقيم واجتك تجاه المسجد شطرة المسجد الحرام صناعة الخير صيام صلاة زكاة عبادة بر صلة رحم عيادة بريد تججيع كل هذه ابواب الخير التي ايه فتحت لنا ليلة نهار لا يفتقدك في هذا ايه في هذا الخير وانما يفتقدك في المكان الاخر وقلنا في بداية الحلقة ان اللي 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 يسير في طريق هذه المذكرة الابليسية هيجد انه قد يظهر بلذة كل شيء في الدنيا ولكن ما استشعر حلاوة الصلاة ولا حلاوة العبادة قال احد العلماء عشت عشرين سنة استشعر او احض نفسي على الدخول في الصلاة ثم عشت عشرين اخرى احث نفسي على الخروج منها يا الله بعد عشرين سنة يعني يجعل نفسه ان تدخل في الصلاة ثم لما تذوق حلاوة الصلاة اصبح بعد ذلك عشرين سنة يحاول ان يخرج من الصلاة لانه ايه اصبح بين يدى مولاه سبحان الله حيث يحب الاطناب الاطناب يعني كثرة الحديث التفصيلات وما تلك بيمينك يا موسى لانه في موقف يعني يعني يعبط عليه قالها يا عصاي اتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مقارب اخرى كي يسأل ما هي هذه المقارب ليه ليطيل الوقف بين يدي مولاه سبحانه وتعالى لكن لكن العبد العبد لما يكون مرتكس الى الارض لا تكون الا الدنيا بعت وشتريت واضحكت على فلان ونصبت على فلان وقذيت فلان طب ما الذي كسبته ميما عادت عليك هذا هل عادت عليك يعني عاد عليك بالخير ام بالشر عاد عليك انه ضاك صدرك ولا تعب بالذنب على اخيك فيعافي اللي ثم يبتليك هى يدي يوم من الايام انت تبتلى بنفس اللي بتعيب عليه تعيب على ولد المش بتربي طلك ولد مش بتربي تعيب على ابنته العق له تعيب بنته على زوجته المتبرجة قد تتخلى زوجتك عن نقابها او حجابها وتصير بذلك مثلة بين الناس سبحان الله وتصير تنضم الى طائفة البعيدين عن رحمة الله احبتي في الله يريد ابليس في مذكرة اليوم ان يصطع بيننا وبين الله حاجزا وان لا يعرفنا يا رب العباد عز وجل وان لا يذيقنا يعني لذة العبادة والمحبة لله سبحانه وتعالى لكن المؤمن بهذه الادوية البسيطة التي قلتها او شرحتها يستطيع ان يقترب من الباب وباب الله عز وجل ليس له باب وليس عليه بواب فانما المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة ضم سيب دعاءنا واحمنا من الشيطان وشره وإثنه يا رب العالمين واجعلنا مفاتيح خير مغليق شر لا تنسوني من صالح دعائكم ونستدعكم من الله الذي لا تضيع دائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته وبركاته